حاملا معه ما استخلصه من لقاءات بالقوى السياسية حل المبعوث الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريون في عين التيني في ختام زيارته إلى لبنان التي بدأها قبل أربعة أيام حيث عقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بيري استمر أكثر من ساعة جرى خلاله استعراض ما لمسه لودريون من جولاته الثانية على الأفريقاء السياسيين بحثا عن حل لأزمة الفراغ الرئاسي خرج بعدها المبعوث الفرنسي وغادر من دون الإدلاء بتصريح بحسب معلومات الجديد فأن الموفد الفرنسي لديه رغبة في العودة مجددا إلى لبنان خلال أيام قليلة لعقد اجتماعا في قصر السنوبر يكون مخصصا للبحث في الأجوبة التي تلقاها من الأطراف السياسية كما أن دعوة رئيس المجلس للحوار ما زالت مستمرة وكان بيري نفى في حديث لصحيفة الشرق الأوسط طرح الموفد الفرنسي فكرة الإسم الثالث مما يعني سقوط الترشيح الوزير الصابق سليمان فرنجي والوزير الصابق جهاد أزعور قائلا أن الأمور ممتازة مع لودريون ونحن على الخط نفسه وشدد بيري على أن الحوار ليس مطلبه وحده بل مطلب عربي ودولي لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر